بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به صدق الله العلي العظيم هناك أمل وهناك طول الأمل إذا الأمل لم يلهي الإنسان عن العمل فإنه مطلوب وصفة إيجابية ولكن إذا ألهى الأمل الإنسان عن العمل فإن هذا يتحول إلى طول الأمل وإلى صفة مذمومة لا يحبذها الإسلام وتسوق الإنسان إلى المهاوي وإلى الرذائل الأمل صفة إيجابية لماذا؟ لأن الإنسان يعمل إذا كان متفائلا إذا كان آملا الذي لا يأمل ولا يرجو النتائج الطيبة لا يعمل اليأس إنما يصيب الإنسان إذا فقد الأمل واليأس عادة يترك العمل بل قد يشعر بالخواء وعدم الرغبة في استمرار الحياة ولكن الإنسان الآمل الذي يأمل للأفضل أو يأمل للوصول إلى النتائج المرجوة فإن هذا الإنسان أمله يسوقه إلى العمل روية أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كبير السن يعمل بمسحات يثير الأرض بالمسحة فدع الله عز وجل وقال يا رب انزع الأمل منه في هذه الأثناء وجد عيسى عليه السلام الرجل ألقى بالمسحة واستراح ثم دعا عيسى عليه السلام دعا الله بأن يرجع الأمل إليه في هذه الأثناء قام الرجل وبدأ يثير الأرض بالمسحة مرة أخرى سأله عيسى عليه السلام كنت تعمل فتركت العمل بعد ذلك رجعت إلى العمل قال الرجل كنت أعمل فوقع في قلبي أنك رجل كبير السن فلماذا تعمل تركت العمل بعد قليل أيضا ألقي في روعي أنه صحيح أني رجل كبير السن ولكن قد أعيش لفترة لا بأس بها وقد أصل إلى ثمار عملي هذا فقمت أثير الأرض بالمسحة هذه الرواية كمثال لما نحن فيه الإنسان الذي له أمل في الوصول إلى النتائج يعمل أما الذي ليس له أمل ويائس هذا عادة لا يعمل طبعا قد يكون هذا الأمل يلهي الإنسان عن العمل فهذا يتحول إلى صفة مذمومة الله عز وجل نهى عنها طول الأمل منهي عنه يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون هؤلاء سوف يعلمون أن هذا الأمل الذي ألهاهم عن الآخرة هذا الأمل الذي ألهاهم عن ذكر الله هذا الأمل الذي ألهاهم عن العمل سوف يعلمون أن هذا الأمل أرداهم لماذا؟ لأنه ألهاهم عن العمل في كثير من الأحيان بعض الناس يتركون العمل وهذا الإنسان يأمل أن في المستقبل يعمل لا الآن هذا الإنسان سواء في القضايا المادية أو في القضايا المعنوية يكون فاشلا لماذا؟ لأنه الذي لا يذهب مثلا للعمل هذا اليوم يقول الأيام بيننا والأيام طويلة وأنا الآن في مقتبل الشباب اليوم الأول لا يذهب إلى العمل فهذا فقد يوما من حياته بدون أن يحصل على نتيجة اليوم الثاني كذلك اليوم الثالث كذلك اليوم الرابع كذلك لأن الإنسان إذا تعود على شيء استمرت به الحالة وإذا به يرى أقرانه هؤلاء وصلوا إلى مال وصلوا إلى عمل وصلوا إلى أمور أخرى وهو صفر لم يصل إلى شيء بعض الأحيان نشاهد مثلا بعض طلاب المدارس هناك بعض طلبة المدارس يقول أنه إلى نهاية السنة وقت طويل إذا هاليوم ما درست ما في مشكلة ولكن اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس وإذا يفتح عينه ويجد هو أيام قريب أيام الامتحان ولم يحصل شيئا من العلوم وحتى إذا تجاوز الامتحان بنجاح مثلا أو بدرجة نجاح فإن مستواه العلمي يبقى ضحلا لا يساعده على الرقي على الوصول إلى الشهادات العليا في المستقبل كذلك في الأمور المعنوية هناك بعض الناس يترك بعضا من الواجبات بعضا من أسباب الرقي والتقدم بعضا مما يرضي الله عز وجل يتركها كلها على أمل أنه في المستقبل يعمل في المستقبل يصلح ما أفسده في الأيام الماضية النتيجة أن هذا الإنسان كثير من الأحيان لا يوفق إلى التوبة لأن كل يوم له أمل حتى إذا كبر في السن فإنه له أمل في البقاء أكثر لأن الإنسان عادة لا يصدق أنه يموت في يوم من الأيام وإن قال ذلك بلسانه فإنه لا يصدقه بقلبه فالنتيجة أنه يأتيه الموت بغتة وعمله صفر لا يوجد في صحيفة أعماله عملا ينجيه هكذا كان حال أهل الكتاب أهل الكتاب وخاصة اليهود كانوا ولا زالوا يتصورون أنهم شعب الله المختار وأنهم أحباء الله عز وجل وأن الله عز وجل لا يحاسبهم على ذنوبهم ولكن الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أيها المسلمون لا تعيشوا بالأمل الطويل ويلهكم هذا الأمل عن العمل لأن الآخرة لا تكسب بالعمل لا يمكن الوصول إلى الدرجات العليا في الجنان بل لا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بالعمل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به لأن العمل السيء له جزاء والعمل الحسن له جزاء الذي يترك فرائضه ويرتكب المعاصي هذا ينبغي أن لا يتوقع الوصول إلى الدرجات العليا عمر بن سعد حينما قيل له اذهب إلى قتل الحسين وإلى قتاله ووعد بملك الري وكانت له رغبة جامحة في أن يكون واليا على الري فجعل ثمن الري قتل الحسين عليه الصلاة والسلام فتردد الرجل إلى أن رجح الدنيا على الآخرة بطول الأمل قال أني أذهب وأقتل الحسين فإن كانت الآخرة صدق فإني أتوب إلى الرحمن من سنتين سنتان قبل أن أتوفى أذهب وأتوب إلى الله عز وجل ولكن الذي يعمل العمل السيء عادة إذا استمر في عمله أو كان عمله منكرا كبيرا لا يوفق إلى التوبة الشخص الذي هكذا نفسي له يقول أعمل عمل سيء ثم أتوب هذا الشخص كل يوم يعيش على هذا الأمل الطويل ويلهيه هذا الأمل الطويل أعمل عمل سيء ثم أتوب أعمل عمل سيء ثم أتوب وهكذا وهكذا يلهي نفسه إلى أن فجأة يأتي ملك الموت ويقبضه إلى الله العادل الذي يجازي الإنسان على سيئاته أو يجازيه بالحسنات فعلى كل حال ينبغي على الإنسان أن لا يتقاعس عن العمل الأمل الذي يسوق الإنسان إلى العمل هذا شيء مطلوب والإسلام يرغب في هذا الأمر حتى أننا نجد أنه من الأمور المحبذة التفقل بالخير الإنسان لا يتطير الطيرة من الرذائل ولكن التفقل بالخير مطلوب حتى أنه روية في حديث شريف تفقلوا بالخير تجدوه الإنسان الذي يحدوه الأمل فإن هذا الإنسان عادة يسوقه هذا الأمل إلى العمل والإنسان العامل الذي يرجو الوصول إلى النتائج يصل إلى النتائج لأن الإنسان إذا كان نفسياً مستعد بأمل صحيح وعمل بالجوارح عادة يصل وإذا الإنسان وصل إلى ما يريده فإنه إذا كان أمراً مادياً يصل إلى دنيا وإن كان أمراً معنوياً يصل إلى مرضاة الله وإلى الآخرة فالإنسان المتدين هو الإنسان الذي يعمل بما قاله الله عز وجل وقاله الرسول ونقل الأئمة عن الرسول صلى الله عليه وآله يعمل بهذه الأمور متفائلاً تفقلوا بالخير تجدوه لأن هذا التفقل بالخير هذا الأمل يحدو الإنسان بالعمل والعمل يوصل الإنسان إلى النتائج كذلك نشاهد مثلاً الانتظار من صفات المؤمنين في هذه البرهة من الزمان أن ينتظر الإنسان الفرج هذا من أفضل الأعمال ورؤية في حديث شريف أن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج لماذا انتظار الفرج أفضل الأعمال لأن الإنسان اليائس عادة يترك العمل لكن الإنسان المتفائل الإنسان الذي يريد وينتظر الوصول إلى نتيجة جيدة فإن هذا الإنسان يواصل العمل يعني مثلاً الإنسان الذي أصيب بحالة من الإحباط بحالة من اليأس لا يرى أمامه أي منفذ وأي مخرج فإن هذا الإنسان يقول ما دام أنه لا يوجد أي منفذ ولا أي مخرج ولا أي أمل فيستسلم للواقع المرير الذي يعيش فيه لكن الإنسان الذي ينتظر الوصول إلى نتائج جيدة فإن هذا الإنسان يواصل العمل هناك مثلاً بعض المرضى حينما هذا المريض ييأس من العلاج تجد أن هذا المريض لا يلتزم بالعلاج يقول سواء عالجت أو لم أعالج فإن هذا المرض مستعصي والأطباء قالوا بأنه لا يمكن علاج هذا المرض فإنه لا يلتزم بالعلاج بل يتحطم نفسياً أيضاً مما يزيد المرض مرضاً آخر لكن المريض الذي هو منتظر للشفاء هذا المريض يلتزم بالعلاج التزام حرفي كثير من الأحيان يترك جميع ملذاته التزاماً بذلك العلاج لماذا؟ لأنه ينتظر الوصول إلى الشفاء فهذا المريض الذي هو ينتظر الوصول إلى الشفاء ومتفائل بالشفاء يلتزم بالعلاج التزاماً حرفياً والتزاماً دقيقاً فلذا انتظار الفرج من أفضل الأعمال لماذا؟ لأن الإنسان حينما تحوط به المشاكل من كل جانب إذا هذا الإنسان يأس فإنه يستسلم والاستسلام للمشاكل هو الفشل بعينه ولكن إذا كان منتظراً لأن يجد مخرجاً لأن يجد منفذاً هذا الإنسان حينئذن هذه الحالة من الأمل الموجودة فيه تسوقه إلى أن لا ينهار أمام المشاكل هذا الإنسان لا ينهار أمام المشاكل وإنما يواصل العمل ويواصل العمل لكي يصل إلى النتيجة المرجوة نحن نلاحظ أن أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في طول التاريخ الإسلامي مورس بحقهم أبشع أنواع القتل والإرهاب والمجازر وهؤلاء لو كانت تجري معشار هذه المجازر على أتباع أي مذهب أو دين لن قرض مرات ومرات ومرات ولكن نجد أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على رغم هذه المجازر التي جرت عليهم في طول التاريخ ولكن مع ذلك في توسع وفي انتشار صحيح إن الله عز وجل هو الذي يتم نوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صحيح هذا ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ومن تلك الأسباب أن الله عز وجل على لسان الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمر أتباع أهل البيت والمسلمين بانتظار الفرج فالإنسان مهما كان في أزمات ومهما كان في مشاكل لكنه حينما يكون منتظرا للفرج فإنه لا ينهار ولا يستسلم وإرادة الإنسان أقوى من كل عامل آخر على رغم المجازر وعلى رغم محاولات الإقصاء والتهميش وما إلى ذلك ولكن إرادة الإنسان أقوى من كل هذه المشاكل ولذا نجد أنه في كل مجزرة وفي كل مشكلة يقوم أتباع أهل البيت بعدها أقوى من السابق طبعا في نفس الوقت الذي ينبغي على الإنسان أن يكون آملا أملا يسوقه إلى العمل لا أن يكون طويل الأمل بحيث أن ذلك الأمل يلهيه عن العمل فعلى الإنسان أن يكون آملا أملا يسوقه إلى العمل ولكنه في نفس الوقت يكون بين الخوف والرجاء وهذه من صفات المؤمنين أن المؤمن دائما بين الخوف والرجاء لماذا لأنه إذا لم يكن هناك خوف فإن هذا الأمل من دون خوف من عواقب الأعمال السيئة يسوق الإنسان إلى الإهمال يسوق الإنسان إلى الغرور يسوق الإنسان إلى العجب ولكن إذا كان هذا الأمل مقارنا بالخوف أيضا فهذا يسبب أن دائما الإنسان يراقب عمله والإنسان إذا دائما راقب عمله فإنه لا ينحرف لا يصاب بالعجب لا يصاب بالحالات النفسية السيئة فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به فعلينا أن نكون دائما متفائلين بالخير على رغم المصاعب والمشاكل وأن لا ننهار أمام المشاكل يكون لنا أملا يسوقنا إلى العمل وأن لا يكون ذلك الأمل يلهينا عن العمل نكون دائما منتظرين للفرج انتظارا إيجابيا بمعنى أن هذا الانتظار يسوق الإنسان إلى العمل وإلى عدم الانهيار فحين ذاك نتمكن في مختلف الأمور مادية أو معنوية الوصول إلى النتائج المرجوة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الراجين رحمته والخائفين من عذابه هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر